بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم كثيرا أحباب وأهل دائرة اتصال ورحبوا فيكم من جديد وأتمنى من العلية القديرة تجد لكم هذه الأوقات في كامل الصحة والعافية والسلام إن شاء الله فأقول بالله التوفيق موضوع اليوم رائع جدا ومهم جدا وكنت أتمنى أن يكون موقعنا أو قناة دائرة اتصال كبيرة لكي يستفيد منها كثير من الناس فأقول بإذن الله موضوع سعر الأطفال هام جدا ويجب على الجميع معرفته وفهمه والعلم بهذا الموضوع يجب على كل الناس أن تعلم بهذا الموضوع لكي يكون هناك فهم فقليل جدا من المعالجين سواء كانوا معالجين بالرقية الشرعية أو معالجين روحانيين فالمعالج والمتمر الساحب الخبرة هو فقط من يستطيع تحديد إذا كان الطفل مسحور أو محسود أو معيون أو ملبوس بروح سفلية يستطيع بكل سهولة من خلال الاطلاع على بعض الأمور الغير طبيعية التي يقوم به الطفل أو من خلال وجهه وقراءة وجهه يستطيع أن يعرف إذا كان فعلا ملبوس أم لا في الغالب الأرواح السفلية لا تصيب الأطفال الصغار قبل سن البلوغ لأن روحانيتهم تكون غير مكتملة ولأن الكثير من السحرة لا يستهدفون الأطفال في سحرهم ولكن أصبحت أرى في الآونة الأخيرة أن بعض السحرة مما قطعوا يدهم من رحمة الله يستهدفون كذلك الأطفال الردع والأطفال دون البلوغ فالآخرين الذين لا يستهدفهم ليس معنى أنهم لا يخفون الله ولكن لأن عما السحر لطفل دون البلوغ قد يكون صعب للغاية على السحر نفسه لأنه تكون هناك تجهيزات يستهدفون تجهيزات ويعرف حتى التركيب لا يمكنه أن يركب على الطفل الصغير إلا في حالة إذا كان سحر ماكول أو مشروب ولكن هناك من يقوم به هناك من يقوم بهذه الأسعار سواء ماكول أو مشروب أو مرصود فهؤلاء من الناس الذين قطعوا يدهم من رحمة الله عز وجل كما أسلفت وهناك أيضا من الأرواح السفلية من يتلبس بالأطفال وهذه الأرواح تكون غالبا أرواح شيطانية خبيتة جدا تضرب وتختفي أرواح شيطانية وعليه فقليل من الأطفال يكونون مسحورين ولكن سحر أطفال قد يكون بأحد الأسباب التي سأذكرها الآن ففي سحر الطفل رقم واحد في سحر الطفل في بطن أمه وهو الطفل الذي وصله السحر وهو في بطن أمه فمعلوم أن الطفل يتغدى بكل ما تتغدى به الأم فيصل إلى جسمه ليتغدى به أيضا وينمو ويكبر داخل البطن فالأشياء الشيء الذي سأكله أمه وتشربه فالجنين أيضا يأكل منه ويشرب منه فهذا السحر سببه أن الأم قد تكون سحرت بسحر معكول أو مشروب والجنين في بطنها وأشربت المادة السحرية واختلت السحر بدمها ودم الجنين في بطنها وغالبا يكون هذا السحر مشروب لأنه أشد تأثيرا من المأكول ففي هذه الحالة إذا أراد الله سبحانه وتعالى واكتمل الحمل فإن الطفل يخرج إلى الدنيا هزيد ومريض فقلت هذا السحر غالبا يتم دسه في شراب هذه المرأة الحامل لأجل إسقاطها أو لأجل سبب آخر يعرفه من قام بدس هذا السحر لها طبعا هذا السحر قد يقصد به التفل أو الجنين والأممان وبناء عليه إن شربت الأم من السحر ووصل إلى الجنين سيسبب له مضاعفات خطيرة كما أسلفت قد يتسبب في إسقاط الجنين وموته فإن لم يحصل هذا فالغالب أن حزمة من الأمراض يزدد بها الجنين هذا في حالة إذا لم يتسل الخادم السحر إلى داخل جسم المرأة الحامل فإذا تسلل استطاع الدخول يستطيع الوصول إلى جسد الجنين أيضا خصوصا ابتداء من شهر الثالث أو شهر الخامس فترد المرأة في شهر السابع ولا يكتمل إلى التاسع خصوصا إن كان هناك أسماء سحرية دخلت جسد هذه المرأة عن طريق الشرب خدام السحر تكون في ذلك الساعة مهمتهم إسقاط الجنين وعدم اكتمال الحمل فبالبساطة يقومون بالتلبس بالجسد وقطع الأكسجين الذي يصل إلى الجنين فيحدث الإسقاط نطلب من الله سبحانه وتعالى الرحمة لكل حامل إن شاء الله بإذن الله ونطلب من الله سبحانه وتعالى أن يهدي كل الأمة والناس يهديهم إلى طريق الحق ويا طريق الخير حتى الناس يسوون هذه الأعمال نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يهديهم لكي يراجعوا أنفسهم فهذه الأشياء غير نافعة فاليوم نحن فوق الأرض نمشي وغدا سنكون في بطنها لا أحد يعيشوا ألف سنة يعني أكبر واحد ممكن يعيش مئة سنة مئة وعشرين سنة مئة ثلاثين سنة وبعدين سيرأوح فأقول فيه أطفال منهم يعني يكون مسحور يكون في هذا السحر ويبقى في البطن بتاع أمه لغاية الشهر التاسع فيخرج ميت فيخرج من البطن ميت بسبب غير معلوم طبيا أو ممكن يعطوه أي تفسير طبي بس في الغالب هو تلابوس روحاني وهذا الإسقاط يكون بسبب الخادم الموجود في جسم الحامل فيسقط هذا الجني الطفل ويخرج الطفل ميتا هنا يجب الإنسان يراجع نفسه كويس ويشوف العلاجات المناسبة اللي حيقوم بها بإذن الله لأن في الغالب الأمر المسحورة التي سواء تتزوجت قريبا أو كانت متتزوجها وكان عندها خادم سحر أو مستهدفة بعدم الحمل أو مستهدفة بعدم الحمل لا تحمل أصلا فإن حملت صارت هذه المشاكل وبعدين تلاقي واحدة تحمل وتصير تزيد مشاكل تانية وإما يعني وأما إن كانت الأم أصيبت بالسحر بعد الولادة فلا يكون الطفل مسحور بعد الولادة سووا لها السحر فهنا في هذه الحالة الطفل لا يكون مسحور ولكن يتأثر بشيء يتأثر بتأثره بأمه وشياطين السحر كمان اللي في جسد أمه يقومون بإذاعه كما يعذون أمه لأن الطفل الصغير يكون عنده ارتباط بأمه من طريق الرضاعة عن طريق التواصل الحسي ما بين الأم والطفل وتبادل الحالات التي يكون بين الأم والرضيع بتاعها طيلة مدة سنتين الأولى من ولادته أقم اثنين سحر الطفل أو إصابته بالعين والحسد التي تعادل في قوتها لدى الطفل قوة تلبس بروح سفلية فقد يقوم بعض ضعاف النفوس ومنعدم الإيمان والضمير والعقل بإعطاء سحر معقول أو مشروب لطفل في ناس مجنين أو ما يخافوش لله عز وجل فيقومون بإعطاء بعض الأطفال بعض المواد السحرية يقول له اشربها أو كلها ممكن يكون الولد هذا زهري أو عنده حاجة متعلقة بروحانية خاصة أو شيء تجربة ناس تريد أن تجرب سحر مفعول سحر فيقومون بتجربه على بعض الحيوانات القطط أو الكلاب وبعدين تقول في ناس لا يخافون الله عز وجل يقومون بتجربة هذه السحر أو المواد السحرية على بعض الأطفال خصوصا إذا كانوا أطفال جيران أو غيره يقومون بتجربة وإذا كانوا لاحظنا الكثير جدا من هذه الأمور فهنا إن كان أكل التفل هذا السحر أو شربه في هذا السن يعني وصغير يضربه الخادم يقوم الخادم بضربه يسمى هذا الرشم يقوم برشمه ويختفي يعني الخادم يقوم برشمه ويختفي ولكنه يظهر بقوة عند بلوغ التفل عندما يصل إلى سن البلوغ يظهر عليه بقوة وغالبا يقوم مع البعض بهذا بسبب الحسد أو الحقد أو كراهية كمان مش نقول عاوز يجرب سحر أو عاوز يجرب تأثير سحر أو عاوز عنده يعني شيء في المخ بتاعه عاوز يسوف ممكن يكون السبب الحسد والكراهية والحقد أو ممكن يكون أيضا بين الضرائر لو كان فيه ضرتين أو ثلاث ضرات مثلا لأن هذه ولدت مولود ذكر أو غير من أسباب في هذه الحالة ننصح أنه لا يجب على الراقي أو المعالج أن يقوم مثلا بسرع تفل تفل عشر سنين أو 11 سنة أو 12 سنة لا يقوم أبدا بسرع أنه هناك فرق ما بين الصرع وبين الرقية في الرقية لا يقومون أصلا بالسرع بس نقول اللي يسرع الجن أو اللي يقوم بسرع الجن هذا لا يزب عليه أبدا في طفل صغير أن يقوم بسرع بل يجب القراءة على أمه فخادم السحر يحضر مباشرة عليها ويخبره بكل شيء يعني يجيب الأم بتاع الطفل اللي هو مسحور أو واكل السحر أو غيره وعنده خادم عليه فالخادم ما يدخل الجسد بيفضل في الهالة بره بس لو استدعينا عن طريق الأم بيحضر لأن الهالة بتاع الطفل مرتبطة بالهالة بتاع الأم بتاعه عشان كده لما السحر يريدون أن يقوم بأي شيء أي سحر أي عمل يقول لك اديني اسمك واسم أمك أو يجيب لي اسمه واسم أمه فإن لم يجد يجيب لي حاجة من أطر الحاجة من أطر لأنها تحمل عرق أو تحمل شيفرة نوع من الدبذبة وهذه الدبذبة يتقف أثرها الشياطين والجن أو الأرواح السفلية الخادمة للسحر فيها الأم التي تسحر أولدها تسحر أطفالها أم تقوم بالسحر لأطفالها وتوجد نسبة كبيرة من الأم هذه اللواتية قمنا بعمل التحصينات للمولود يعني هذه أم حامل وخلفت ولد أو بنت فتقوم بعمل تحصيل له وهذه التحصينات تكون بكتاب التعاويد وتلاصم وتكون في تقوص معينة هذه التلاصم وهذه التعاويد بتكتب على جسد الطفل وهو عاري تماما وتكون لأجل تحصينه والجلب الخير لها عند الكبر فهذا معتقد لدى عدد كبير من العائلات لدى عدد كبير من العائلات ويقومون به بسرية ممكن يكون ترافقه بعد التقوص مثل دبح ماعز أسود أو ماعز أبيض أو خروف يكون وجهه أحمر يعني معتقدات بس هو يكون أصلا عهد شيطاني وهو سحر أصلا يتدخل فيه أرواح سفلية في الغالب وتكون في هذا الوقت كتابة تكون أهد يكون الرضيع يعني يكون فيه أهد يكون هذا الرضيع ابن للأرواح السفلية هذا أعتقد أن الأم لا تفهم ماذا تقوم به ولكن أعتقد أنها تعرف فقط أن هذه التقوص ستكون أو ستجلب حماية لطفلها فيقولون أنه ابن الجني بالتالي لا خوف عليه من الأرواح السفلية عندما يكبر ولكن حالة الطفل عندما يكبر تكون شيئا ما شيطانية ويجلب معه كل مصائب الدنيا لأنه معهود الشياطين في الحالة حالة تانية للطفل التي تسحر أمه لكي تحفظه من الناس وخاصة إذا كانت لديها مولودة أنت فهي تقوم بسحرها أيضا لتحفظه بانتهام الاعتداءة عليها مثلا وهذا سحر يسمى التغوير فتقوم بعمل هذا التغوير للبنت حتى يعني عشان لا تحمل لا يكون عندها حمل إذا قامت بعلقة عندما تبلغ المحيد مثلا فيسمى تغوير وهذا سحر معروف في عدد من الدول العربية ولا يزال هناك من يقوم به لليوم يسمى التصفيح أو التغوير وغير ذلك من الأسماء حسب كل بلد ومنه ما يكون الغرض منه هو أن يبقوا الأولاد طائعين للأم فتقوم العم يعني تأخذ أولادها وتسولهم سحر عشان يفضلوا معها دايما فهذا سحر يتم عمله بجلد العجل يقول عليه العجل الروام يقومون ببعض الأمور في هذا الجلد لكي يبقوا الأولاد طائعين للأم في كل صغيرة وكبيرة من صغرهم إلى كبرهم حتى لو كانت عنده ستين سنة يبقى زي الطفل عند أمه وكذلك يقومون بالتغوير للذكور تسولوا تغوير كمان أو تصفيح أو يسولوا عقد في للذكور عشان إيه ما يخرش بره كمان ما يسويش حاجة غير طبيعية مع النساء فهذا سحر طبعا هذا نقول عليه سحر وغالبا الأم تكون تعرف مكان هذا السحر وهي تقوم بإزالته عندما تريد بنتها أن تتزوج أو عندما يريد ابنها أن يتزوج فإذا ماتت الأم قبل ذلك حصلت مصيبة فتقوم الأرواح السفلية بلبس هذه البنت أو هذا الذكر نطلب من الله سبحانه وتعالى أن ينجينا من الأشياء هذه طبعا لكل حالة من الحالات التي ذكرت علاجات وتحاصين يجب أن لا نغفل عنها وما يهمني شخصيا هو الطفل الذي يسحر في بطن أمه سواء بيسحر مشروب أو معقول أي أن الأم تسحر أثناء حملها فيكون أولا على المعالج الذي يقوم بعلاجها عدم استعمال أي خلطات لو كانت الست يجبت عنده وهي حامل ما يعطيهاش أي خلطات عشبية نهائيا أو تركيبات عشبية نهائيا إذا كانت حامل وحسست أنها عندها مرض روحي وراح عندي أي مؤالج في العالم ما يعطيهاش أي خلطات أو تركيب أو أعشاب لأنها ستؤدي الأم وستؤدي الطفل ولكن يكتفي بإذن الله فقط بالماء المرقي قراءة القرآن الكريم عليه وقراءة القرآن على الأم بإذن الله يقرأ على الماء بنية الشفاء يقرأ عليه أي تفك السحر ويعطيها هذه الرقية تأخذها طيلة مدة الحمل يعني يديها الماء هذا تشرب منه التسع شهور كاملة بإذن الله زيادة على هذا يسوي لها رقية شاملة لقهر الأرواح السفلية رقية شاملة فيها آيات قهر الأرواح وإزالتهم بإذن الله والرقية كثيرة في هذا الباب فيخذ أي رقية كيف ما كان نوعها وتقرأ على زيت زيت أرغان مثلا أو زيت من زيت الزيتون وتمسح على بطنها بإذن الله فقط لا غير ويكون اتباع الرقية تسمعها كمان الست الحامل تسمع الرقية بإذن الله طيلت مدة الحامل إلى أن يخرج الطفل السليم بأمر عز وجل فهي تصلي لو مستطعت أنها تصلي تصلي بس بتحرك الرأس أما الست اللي بتردعت طفلها وشربت من السحر فتأخذ أيضا الرقية ماء الرقية وتشرب منه بإذن الله خصوصا صورة الفاتحة تكررها سبع مرات أو تسعة وأربعين مرات تشرب منها صورة الفاتحة قوية جدا بتزيل كل هذه الطاقات بتزيل بإذن الله كل هذه التأثيرات السحرية فالحاجة اللي أوصي بيها شخصيا أوصي كل حامل ما تاخدش أي أكل أو أي شرب من أي ناس ما تعرفهمش يعني لو أكلت عندي أبوها عندي أموها عندي أختها مفيش مشاكل بس ناس تانية ممكن يجبوا لها شيء ويقولها خذ يطاعموها إياه أو خذ إشربه وتستحي منهم وتشربوا ممكن ممكن يكون فيه أداء أنا مش بقول يعني أداء ليس اتهام لكل الناس إنهم ليسوا جيدين المشكل إن في ناس أقولها مريضة في ناس عندها النفوس بتاعها مريضة نطلب من الله سبحانه وتعالى الشفاء للجميع ولكن هذا من باب الاحتياط فالحامل تأخذ احتياطها طول تيلة مدة الحمل حتى إذا كان فيه شك في أي شخص تأكل مما طبخته يدها أو تطلب من زوجها يطبخ لها لو لم تستطع أن تطبخ لنفسها بسبب الحمل نحن نعلم جيدا أن الحمل صعب لدى بعض النساء وسهل لدى بعض الآخر فيكون في تعاون بإذن الله والرجل يجب عليه أن يتفهم الوضع كذلك ويقوم بالمساعدة داخل البيت فهذا شيء عادي جدا وشيء من الإيمان أن الله سبحانه وتعالى يعلم ويرى هذا شيء يجب أن نتكلم فيه لأن إنسان فقد التواصل النوران مع الله عز وجل فلا يعلم أن الله سبحانه وتعالى يرى كل صغير وكبير نقوم بها في حياتنا يرى كل لفظ نتلف به في حياتنا يرى كل عمل نقوم به سواء كان صالحا أو فاسدا يحاسب نا به فيجب علينا مراعة الله عز وجل في كل ما نقوم به ورب سبحانه وتعالى أكبر والله يسهل أموركم وسخركم كل خير آمين تمنى من الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته